تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 354 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 80 طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 7 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط أكثر من 35 طن وفي مجالي حجب مواد البناء والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 38 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 627 قضية من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أورز الشعير تمضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 41 طن